لن تكون نهاية القصة في اليمن بهذه العبارة اختتمت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن كارين بيرس تصريحها عقب جلسة التصويت على مشروع القرار الخاص بنشر بعثة مراقبين دوليين في الحديدة وهي القصة نفسها التي لم تجد هذه القاعة حلاً سياسياً لإنهائها منذ أكثر من أربع سنوات لكنها فتحت فصلاً جديداً عنوانه الحضور الدولي على الأرض ومن نافذة الحديدة أقر مجلس الأمن بالإجماع نشر 75 مراقباً أممياً غير عسكري لمدة نصف عام بعثة إضافية إلى الفريق الأممي بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرد بعد أن تعثرت جهوده نتيجة مماطلة الحوثيين وعدم جديتهم في تنفيذ ما اتفق عليه في السويت كشف عن ذلك هجومهم ضد كاميرد وخروج ناطقهم محمد عبد السلام باتهامه بالخروج على مسار الاتفاق لتنفيذ أجندة أخرى تلك اللهجة اعتبرها محللون دليل ارتباك ميليشيا الحوثي بعد أن علقت في دائرة الاشتباك مع المجتمع الدولي ما يعني افتتاح فصل جديد من المعركة مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وليس فقط مع فريق مراقبين وقائدهم بحسب القرار فإن البعتة ستعمل على أربع مهام أساسية أولها متابعة انتثال أطراف الصراع لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئها كما ستعمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ الثلاث من قبل قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني أما المهمة الثالثة فتتمثل بتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في حين تتمثل المهمة الرابعة في قيادة ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات في الحديدة يشير القرار الأخير إلى أن الحديدة صارت منطقة وصاية دولية ومرآة لكشف ظهر الحثيين فهل ستستفيد الشرعية من ذلك؟ أشاهد أنها مؤيدة ومتحمسة للعمل أكثر مع فريق المراقبين حيث أعرب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي عن تطلعها إلى قيام البعثة الأممية بمسؤولياتها في نطاق الولاية الممنوحة لها وبما يضمن تنفيذ الاتفاق وفقا للجداول الزمنية المحددة مشروع القرار البريطاني تزامن مع حراك دولي تقوده ألمانيا وبدعم أممي هدفه تعزيز عملية السلام في اليمن وحشد الدعم لتنفيذ اتفاق ستوكول فهل ينجح كل هذا الزخم الدولي في تنفيذ ما خرج به مراثون السويد على أرض الواقع أم ستظل اليمن رهينة الاستقطاب والتنافس واللاحل؟